أولاً منع طال الولايات والسلطة للولايات المنتحدة الأمريكية حتى تفرض حصار على بلدان المنطقة وعلى شعوب المنطقة وتجوعها وتروعها نعم جمهورية الإسلامية تمر بظروف صعبة هذا لا ينكره أحد وبالنتيجة إحنا ليسنا جزءاً من حصار جائر تريد أن تفرضه الولايات المنتحدة الأمريكية على الجمهورية الإسلامية وهنا أذكر وأنا عايش هذه المرحلة في تسعينيات القرن الماضي عندما كان نظاماً ديكتاتورياً لا يحترم الكثير من المقاييس والأعراف الاجتماعية ومعروف يعني القصة في إقليم كردستان كان المنفذ الوحيد لإقليم كردستان ولشعب الكردي هي جمهورية الإسلامية كان المنفذ الوحيد للعراق لبيع نفطه والتخلص من العقوبات وإعطاء يعني إدخال المال وإخراج النفط عن طريق الجمهورية الإسلامية رغم العداء مع النظام وليس مع الشعب كشعوب ما عندنا مشكلة كأنظمة نعم لكنه أكو مواقف جليلة يجب أن تحفظ ثم عندنا 1400 كيلومتر مع الجمهورية الإسلامية شنو يعني مثلاً بيت انت وشيل من عنده فما ممكن إلغاء الأحد الآخر ولا يمكن أن لا نتأثر هناك من قوم مشترك هناك